إلى كندا أيضا من فرنسا 24 مجلس العموم الكندي يقر قانونا يحارب الإسلاموفوبية وفي التفاصيل وفق النواب الكنديون في مجلس العموم على مشروع قانون تدعمه حكومة رئيس الوزراء جاستين ترودو يتيح الفرصة إلى اتخاذ إجراءات المستقبلية لمحاربة ظاهرة العداء للإسلام المسمى بالإسلاموفوبية رغم أن القانون الجديد غير ملزم لأنه يعني تشكيل لجنة برلمانية لإدراسة التعامل مع موضوع الكراهية الدينية مشروع هذا القانون يدعو والذي تم إقراره بسهولة الحكومة إلى إدراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف ولإدانة ظاهرة الإسلاموفوبية المنتشرة في أوروبا وإدانة كل أشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة وفي عقابي هجوم يناير على مسجد في كيبك خلف ستة قتلى من المسلمين حكومة ترودو كان لها دور في الضغوط أو تعرضها للضغوط من أجل شجب أشكال التفرقة الدينية في الأشهر الأخيرة تعرضت عدد من أماكن العبادة الإسلامية واليهودية أيضا في بلدات في أنحاء كندا لعمليات تخريب وأيد معظم نواب حزب ترودو الإبرالي والحزب الديمقراطي الجديد اليساري تقريبا هذا القانون غير الملزم في حين صوت نواب حزب المحافظين ضد هذا القانون وسوف يعهد بحسب القانون إلى لجنة برلمانية البدأ بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع الكراهية الدينية ورفع توصيات حول ذلك في منتصف شهر نوبمبر يفترض أن تنظر الدراسة في كيفية تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من أجل خفض أو القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها ظاهرة الإسلاموفوبية المنتشرة في كل دول أوروبا حاليا ترجمة نانسي قنقر